سيدة عندها 42 سنة بتعاني من اكتئاب حاد جدا وصلت المستشفى جثة هامدة بسبب انها رمت نفسها من البلكونة من الدور الثالث والتقرير الاولي بيقول انها ماتت منتحرة بسبب الاكتئاب والضغوط النفسية اللي كانت عليها لكن الطب الشرعي كان له رأي تاني خالص 2017 بلاغ بييجي في منطقة البستين عن وصول سيدة عندها 42 سنة ماتت بسبب الانتحار لانها رمت نفسها من الدور الثالث وان السيدة دي وصلت المستشفى جثة هامدة وان اهالي المنطقة ومعاهم جزها شلوها بسرعة بعد ما رمت نفسها وضوها عن مستشفى لكن ملحقوش ينقذوها لانها مجرد ما ترمت من الدور الثالث توافت عرطوت كواليس الست دي انها كانت بتعاني من اكتئاب حاد جدا وكان عندها كمية ضغوط نفسية غير عادية وده كان كلام كل الجيران وكلام الزوج وحتى كلام الام لكن الامة كانت دايما بتأكد على معلومة ان الاكتئاب الحاد والضغط النفسي اللي كان عليها كان بسبب الزوج لانه كان دايما بيدهيقها وبيعيرها بحاجات كتير زي شكلها وعدم اهتمامها بنفسها وتفاصيل تانية وصلتها لمرحلة اكتئاب حاد جدا لكن مفيش اي خلاف كبير حصل خالص بين الزوج والزوجة يخلي الزوجة توصل لمرحلة انها تنتحر حتى لو كان بسبب الاكتئاب ولان الست دي وصلت المستشفى في حالة حدثة فكان من الضروري ان يتم تشريح الجثة وان يتم معينة نصرح الجريمة بشكل كويس جدا علشان يتأكدوا من كل التفاصيل اللي موجودة برغم ان الحالة الاولية اللي واضحة على الجثة انها ماتت بسبب تهتك قوي جدا في عظمة الجمجمة وده نتيجة ارتطامها بالارض اثناء سقوطها من الدور الثالث بدأت عملية التحقيق مع الجيران ومع الزوج ومع الام والجيران اكدوا ان الست دي بتعاني من مرض الاكتئاب وكانت دايما بتتخانق معاهم حتى لاسباب بسيطة وما تستحقش حتى الخناء ولما اتعمل التحقيق مع الزوج اكد انها كانت في حالة كويسة جدا وانها كانت مقضية اليوم معاها بشكل طبيعي ودخلت القوضة وقفلت على نفسها وهو كان نازل رايح مشوار وهو على السلم سمع صوت ارتطام قوي جدا نزل جري في الشارع لقى اهالي منطقة متجمعين حوالين جسة مراته واللي عرف بعد كده انها رمت نفسها وهو نازل على السلم بعد ما التحقيقات خلصت اخله سبيل كل الشهود والزوج وطلبوا من الطب الشرعي ان هو يأكد على تقرير الوفاة علشان يقدروا يطلعوا تصريح الدفن للجسة في ناس كتير قالوا ان الام حلمت ببنتها قبل ما تتوفى بكم يوم ان بنتها بتقول لها الحقيني انا هموت وحد هيموتني وان الام متأكدة ان بنتها ما ماتتش منتحرة وانها ماتت لأي سبب تاني رسالة الام دي بطريقة ما وصلت للطبيب الشرعي والطبيب الشرعي اول ما لقى الجسة قدامه حس انه كل الكلام اللي الام بتقوله حقيقي برغم ان الشكل الظاهر على الجسة بيقول انها ميتة بسبب الارتطام القوي لكن هو كمان حس ان في حاجة غريبة الجسة بتحاول توصلها له وبدأت عملية التشريح وبدأت تظهر المفاجآت الطبيب الشرعي يقدر من خلال التشريح يحدد تفاصيل كتير جدا زي مثلا ان الجسة دي توفت امتى بالزبط وان الجسة دي توفت بسبب ايه بالزبط وهل فعلا الارتطام هو السبب الرئيسي لوفاة الجسة دي وهل في اي حاجة ظاهرية على الجسة بتقول انها توفت بسبب كده ولا في حاجات تانية ومن هنا تبدأ القضية تتغير خالص اول حاجة لفتت انتباه الطبيب الشرعي هو ما يعرف بيه الترصب الدموي ان الدم بيترصب في المكان اللي الجسة توفت عليه وبشكل بسيط الكلام ده معناه ايه لو الجسة توفت وهي نيمة على ظهرها الترصب الدموي ده بيكون في منطقة الظهر ومنطقة اسفل الجسم بشكل عام ولو الجسة دي توفت وهي قاعدة الترصب الدموي ده بيكون في منطقة اسفل الرجل وفي كل مناطق الارتكاز اسناء الجلوس بالشكل اللي كان الجثة قعدة به وده كان واضح جدا على جثة السيدة دي السيدة دي لما ارتطمت على الارض بتطمت على وجهها يعني هي وقعت من البلكونة على وشها لكن الترصب الدموي اللي كان موجود في الجثة دي كان موجود في منطقة الظهر وفي اسفل الجسم بشكل عام وده معناه ان الجثة دي توفت اصلا قبل ما تقع الحاجة التانية هو اكتشاف تجمع دموي قوي جدا في منطقة الرقبة واتهدتك بعض من الرقبة واتهدتك ده قدر الطب الشرعي اكد انه حصل قبل الارتطام وان التجمع الدموي ده اللي حصل في منطقة الرقبة ده كان نتيجة ضغط قوي جدا تم على رقبة السيدة دي قبل ما تتوفى وتم خنقها بالفعل وكل الادلة التشريحية اللي ظهرت في منطقة الرقبة اكدت ان الست دي ماتت مخنوقة يعني الست دي اتخنقت الاول لحد ما ماتت وبعد كده اترمت من البلاكونة فالطب الشرعي هنا غير تماما مفهوم القضية وخلاها من انتحار لجريمة قتل وتم اتهام الزوج فيها بشكل اساسي وبدأه يوجهه باسئلة من نوعية مختلفة اعترف اخيرا انه هو فعلا خنقها في البيت الاول وبعد ما حصل كده خرج للبلاكونة يتأكد ان مفيش اي حد مركز ومفيش اي حد باصس عليه ورح رماها وفي اللحزة اللي رماها فيه من البلاكونة جري بسرعة على باب الشقة وفتحها واللحزة اللي نازل فيها عالسلم هو كان عارف كويس ان الناس تحت متجمعين على جثت مراته بعد اعتراف الزوج بالاكل وده كان بسبب تقرير الطب الشرعي والطبيب الشرعي اكد انه جاله احساس ان الست ملامحها تغيرت وانه هو حس ان حقها رجع لها صحيح مفيش حاجة اسمها الجثث بتتكلم وصحيح مفيش حاجة اسمها ان الجثث قدت رسالة معينة للطبيب لكن من كتر خبرة الطبيب الشرعي بيقدر اول ما بيشوف الجثث بيجيله احاسيس معينة اتجاه الجثث دي وممكن نحس بشكل ما ان الجثث دي مظلومة او الجثث دي لها حق وضروري تاخده قصة سيدة البساتين هي تعتبر واحدة من اهم ملفات الطب الشرعي سنة 2017 سلام عليكم